هي رسالة هذه الرسالة ينبغي أن تفهم على أن احنا بنضع مصر في موضعها الصحيح وفي مكانها الصحيح ونجعل مصر القامة والقيمة في وضعها الذي ينبغي أن تضع فيه مصر موجودة قبل أمريكا وقبل العالم ده كله مصر تاريخها يحكي سبعة آلاف سنة كانت مصر سابقة للدنيا كلها والعالم كله مصر دولة صاحبة حضارة مبهرة للعالم كله من جميع أنحاقه بيأتي يشوف عظمة المصريين والقدماء ما يجيش بقى حد أيا كان هذا الحد وأيا كان مكان يزل لمصر أو يتحكم في مصر أو يقول احنا هنعمل لمصر أو مش هنعمل لمصر لا مصر تقدر وتستطيع وهي قوية بشعبها بأناسها بأهلها بشبابها وشيوخها ورجالها بجيشها وشرطاتها تفعل المستحيل ولا تمد أيديها لكم وتستغني عنكم تماما ده فحور رسالة اللي قالها الشيخ حسان وأنا معه في كل هذا لأن مصر ما ينبغيش أمريكا تشتغل علينا بقى أخد المعونة لا أدوا المعونة لا أطعوا المعونة لا ما تنطعوش المعونة هذه مسألة لا يصح ولا يجوز أبداً هي مبادرة محترمة وقيئمة ونحن نحترم الرسالة الضمنية والمتضمنة فيها نعم لكن سؤال تاني برضو هل الزكاة تنفع أو لا تنفع هل تنفع الزكاة؟ لا لا يجوز مطلقا أن أدفع الزكاة للدولة على الإطلاق المصاري في الزكاة ربنا حددها في آية قرآنية كريمة ولنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل دول اللي حددتهم ربنا مصارف للزكاة وفي سبيل الله نعم في سبيل الله لا ما بديش الدولة لأن الدولة ينبغي أنها تعطينا هي عن الركاز الذي يستخرجه كل ما تستخرجه من باطل الأرض ينبغى أن تدفع فيه زكاة البترول والمعادم كلها الدهب والفضل فيه زكاة عندنا اسمها زكاة الركاز وده عشرين في المئة ينبغي أن تدفع فزكواتنا إذا كنا نريد أن نعين الدولة أو نساعد الدولة أو نقب بجوار الدولة بنعمل مؤسسة خاصة للزكاة هذه المؤسسة أهلية من أمناء هؤلاء الأمناء يجمعون أموال الزكاة وفي مصر كثيرة تستطيع أن تنظر بعباء كل ما نستطيعه في مصر هذه المؤسسة تقوم بتشغيل العاطلين أقامة مصانع مزارع متاجر تقوم ورش تعلم أطفال الشوارع اللي عندنا ومؤسسة تأويهم أيضا ثم تزوج العوانت ثم أيضا تقوم ببناء مساكل لمن لا يجدون مساكل لو استطعنا هذا احنا عندنا زكاة مفرقة كل واحد يطلع زكاة حسب ما يرى وعندنا برضو جمعيات كثيرة مش عارف 30 ألف جمعية بتجمع الزكاة لو وحدنا لكله في إطار واحد وفي منظومة واحدة وجمعة الزكاة ودول فعلت هذا هنعمل بيها المستحيلات وحنصنع الموجزات مش هلا يعاطي الواحد في المجتمع وحنقضي على أطفال الشوارع اللي مليون الشوارع في المجتمع إن شاء الله فضلت الشيخ شكرا على التوضيح ده يعني بمعنى أنه ما ينفعش نقول أنه التبرع حيدخل في إطار الزكاة جعلنا عنوان الحلقة النهاردة يعني اقتبسناه من أستاذ عبدالله السناوي ومقاله الرائع بعنوان الجيش البرلمان الرئيس الصراع على أحجام القوى الصراع على أحجام القوى فإذا كنا ما زلنا في منطقة الجيش وتحدثنا عن الفجوة ما بين الجيش والشباب لابد أن نسأل هنا عن فكرة صراع الأجيال يعني النهاردة كان 21 فبراير فبراير يوم الطالب العالمي 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 وكل سنة وجميع الطلبة أنا فرحت أولي خلصت مدرسة على فكرة يعني يوم ما خلصت ده قريب يا يوم ما خلصت مدرسة بقى أقول الله ما عدت سحب تحن تاني في حكاية صراع الأجيال الأول أتكلم يعني بأعتبار أنا من جيل السبعينيات وبتقريبا بالضبط الحقيقة هو جيل الأباء بالنسبة للشباب الذين خرجوا في يناير فلو فيه صراع أجيال أنا جيل الأجداد فعلى طول أنا عندي اعتقاد عندي عقيدة أنا مستسلم يعني أنا بعتقد أن دور الأباء أن يستسلموا لحركة التاريخ وإذا كان هناك خلاف